أكدت وكالة مودز العالمية أن معدلات التضخم المرتفع الحالية غير عادية وربما تتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية والإنفاق والنمو متوقعة تراجع التضخم العام المقبل من جانبها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريسي لا جارد قالت إن البنك قد يبدأ برفع أسعار فائدة اعتبارا من شهر يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفع وغير مسبوق هكذا وصفت وكالة مودز العالمية معدلات التضخم العالمية مشيرة إلى أنه يتسبب في انخفاض قيمة الأجور الحقيقية وأيضا في تراجع الإنفاق والنمو ورغم هذا الارتفاع في أسعار السلع على المستوى الدولي سيطر على تواقعات الوكالة الدولية التفاؤل الحذر حيث رجحت أن تؤدي الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات التضخم العالمي اعتبارا من العام المقبل لكنها رأت أن الأثر الأكبر لانخفاض التضخم سيظهر بشكل قوي في عام 2024 مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي مودز أوضحت أن البنوك المركزية المستقلة تضع سياسات تستهدف التضخم من خلال أدوات السياسات النقدية التي تشمل أسعار الفائدة أو التيسير أو التشديد الكمي في الوقت نفسه كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو وتتعجل مجموعة الصقور داخل البنك المركزي الأوروبي وهم المؤيدون للسياسة النقدية أكثر صرامة في مواجهة التضخم المرتفع لبدء دورة رفع أسعار الفائدة ترجمة نانسي قنقر